يجب أن تكون عظيم الحظ وواثقاً بجمهورك قبل أن تفكر بمثل هذه القفزة وتحظى بنشوة الحمل على الراحات والأكف وإلا سينتهي بك الأمر بين أقدام الجموع إنها حركة احتفالية يؤديها بعض نجوم الموسيقى الروك البوب في حفلاتهم وليس السياسيين لكن البرلماني المصري الهام عجين وهو مرشح عن حزب المؤتمر في محافظة الدقهلية كان في زيارة إلى قريته الزيان يحشد الناخبين للتصويت له وبعد أن انتهى من إلقاء خطبته قال بالمصري أنا متعود أن كل ما آجي زيان وأعمل فيها مؤتمر أنا ما بنزلش على المسرح زي ما الناس بتنزل أنا بنزل طائر على الناس وهكذا موسيقى 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 وقد استمر حمل النائب عجينة على الأكف وهو متخذا وضعية الطائر فاردا ذراعيه وجناحيه حتى الوصول إلى مقعد سيارته كثيرون انتقدوا النائب لكن أحدهم قال نشر صورة وهي صورة الشخصية الكرتونية الرائعة التي تعرفونها جيدا وقال عجينة انطلق نفس الشيء ولكنكم تحبون جرانديزر يمكنكم أيضا توقع لطافة التعليقات أحمد المرسي يقول فيديو نطة الهام عجينة على الجمهور زي حفلات الراب تاخد أحسن لقطة انتخابية السنادي النائب الطائر مش ده حقه الدستوري من حقه يترشع زي من الديمقراطية بتقول حتى لو كان سوبرمان المهدي المهدي يقول لك المهدي والله يا جدعان ليلة للتاريخ النائب الهام عجينة وقفزة وهذه هي والله يا جدعان ده ليلة للتاريخ والنائب الهام عجينة وقفزة للثقة هناك من يرى أن القفزة غير صحيحة تقول بحار قفزة الثقة بتبقى بظهرك مش بوشك لأنه قفز بوشه أما نهى عبيد فتقول حب الناس نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يستحقها النائب الهام عجينة استحق حب وتقدير الناس عن جدارة هذا النائب يستحق أن تتجدد له الثقة في دورة برلمانية جديدة يبدأ التصويت طبعا في البرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواف في مصر بعد بضعة أيام ستعلن نتائج الانتخابات في مراحلها المختلفة في الرابع عشر من ديسمبر كانون الأول مقبل شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها